دخل للحمام لأستحم وبدل الماء نزلت على رأسه رصاصة رصاصة طائشة استقرت في رأس حسين فقتلته بعد أن اخترقت سقف الحمام في منزلهم بمنطقة الزعفرانية ببغداد وتفصيلات ماتجرة تروى على لسان ذويه حماما قلقت علي حسين كل فترة يصير عنده هبوط وضغط يغمو علي الصيح علي ميرد فقلقنا علي فقدت أنا بدك اللحظة خفت علي حي ظلت بس أصيح جدت الناس بجوارين على صوتي كسروا الباب ومفتحنا الباب لقى حسين بلقى مدد ودمه براسه لقى بالراس يعني طابقتنا من السقو والبيت فاجعة عائلة حسين ازدادت ألما بتشريح جثته لمرتين في الطب العدلي بعد تشريحه للمرة الأولى في المكان الخط كما يتحدث والده رغم عدم قبوله بتشريح جثته من الأساس والعائلة تطالب بإيجاد حل للرمي العشوائي تقريباً بندعش استلمنا حسين بعض رجعوني احنا شرحنا بطنة طلعت عدد طلاقة بالرأس ما تدرون تربي تقرير يعني صارك خطأ بالتشريح؟ خطأ بالتشريح انتم غير شفتوا ان تقرير يعني الظهر هو أي واحد يعني يجي أخلاساً يفتحوا بطنة شرحوا وذبوا وشمروا إذا الدولة متل لحل وبالقوة ما كفايدة لازم تجرم هذا الجيس مثل ما هو موسعنا موسعنا جزمات وألاف وبوفاة حسين صاحب 17 عاما اسم جديد يضاف لقائمة ضحايا الرمي العشوائي أرواح تزهق يوماً بعد آخر والإجراءات ما تزال خجولة في القضاء على هذه الظاهرة رغم استفحالها دون توقف من العاصمة بغداد بدر الركاب التغيير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر